تحريك في بعض الأسعار وأعتقد ده كان سبب رئيسي لهذا الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس بالأمس عشان برضو يتم ضبط المنظومة بشكل كبير ويتم التصدي لأي جشعة من جانب أي من التجار اللي طبعا بيستهدف المواطن اللي هو حالته الاقتصادية مش أفضل ما يكون فإزاي ممكن هذا الاجتماع يلقي بضلاله على المنظومة ككل ويحسن من تعامل التاجر مع المواطن مبدئيا كده دايما وابدا بنسمع عن مصطلح أغنياء الحرب دايما في ناس بتستغل الأزمات وتقدر أنها تستفيد منها استفادة مادية كبيرة اللي هما بيبقوا مهمينين على بعض أنواع السلع النقطة الثانية المهمة جدا القلق والتوتر اللي بيبقى عند الناس من عدم وجود السلع دي أو غيابها فتبدأ تحصل عملية سحب كبيرة على السلع التاجر يرفع السعر عشان يستفيد من الحالة اللي موجودة وبالتالي الأسعار بترتفع بشكل حقيقة مجنون الحلول اللي دايما وابدا بتتبناها الدولة أنها بتزود إنتاج معين وتدخل هي كمتبيع في السوق وده بيحصل في كل عالم بيحصل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولة بتتدخل عندما تحدث أزمة أسعار في بعض المنتجات إننا شفنا العالم كله الحقيقة حصل فيه ارتفاع مجنون فيه أسعار كتيرة جدا خلت أسعار أخرى طبعا ترتفع أول أسعار هي أسعار البترول اللي قادت بقية السلع لأنه النقل يبقى مكلف سواء النقل اللوجستي الكبير اللي على مستوى البحرية أو نقل الطيران أو خلافه كمان مع تحديد مناطق معينة للطيران من وإلى روسيا خلى برضو ده رفع من تكلفة الرحلات فيها شحن وزود لأنها بتحتاج إلى طبعا زيادة في الطاقة وزيادة في عدد ساعات الطيران هي الأزمة دي أزمة حقيقية يا سوز علي اللي بيعاني منها العالم دلوقتي ومنها طبعا أزمة الأسعار طبعا الحرب حقيقية لكن السرعة الكبيرة الرهيبة اللي حصلت في العالم كله لارتفاع الأسعار مش حقيقية لأن لو نظرنا عليه البترول الانتاج لم يتراجع الانتاج مقالش يعني 7% من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤثر على العالم كله بهذا الجنوب طب ليه الولايات المتحدة خرجت كمية كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي؟ عشان تخفض الأسعار ما هو دائما أمدا للولايات المتحدة بتدخل الدولة بتتدخل عندما ترتفع الأسعار في لحظات معينة والدولة بتدخل بقوة في الأزمات الكبيرة يعني شفنا الدولة الأمريكية دخلت بقوة ويعني حصلت على أموال كبيرة لمواجهة فيروس كورونا عومت شركات ودفعت بشركات وكانت الحقيقة بتدفع كمان للمواطنين اللي هو في حالة البطالة اشتركوا في القناة